أرقام مفزعة سجلتها دائرة الدفاع المدني بعدد حوادث الحرائق للنصف الأول من هذا العام والتي وصفت هي الأعلام منذ سنوات وفي إحصائية أعلنت دفاع المدني في كربلاء والتي بلغت أكثر من 1200 حريق التهمت نيرانها العديد من الأبنية والمنشآت فحولتها إلى رماد فضلا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة والمتهم فيها هو التماس الكهربائي كما هو معتاد أكذا تقول حكومة كربلاء المحلية شهدت محافظة كربلاء من بداية هذا العام ولحد الآن أكثر من 1200 حادثة حريق توزعت ما بين التماس الكهربائي وانفجار قنال الغاز واحتراق ما يعرف السندويش بنال واحتراق عدد من الأراضي الزراعية نطلب من الجهات الأمنية تجديد الرقابة على هؤلاء ومنحهم من استخدام ما ذكر وإجل أن تكون كربلاء الأمن استخدام الإيكوبوند والسندويش بنال في بناء المخازن والمحل التجارية والأسواق الشعبية فضلا عن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والأمان الصادرة من الدفاع المدني هي أبرز أسباب كثرة الحرائق نهيك عن ارتفاع درجات الحرارة للأسف اليوم الحرائق تعد أرهاب صامت كلف المواطن الكربلائي الكثير من الخسائر المادية وكذلك البشرية المواطن أمام مسؤولية مباشرة بظورة اتباع صيغ الدفاع المدني للخروج بسلام وأمان من حوادث الحرائق وإضافة إلى ما ذكر من أسباب يرى مختصون أن التجاوزات الحاصلة على شبكات الكهرباء واستخدام محولات منزلية ذات مناشئة رديئة سبب آخر أسهم في حدوث الحرائق والنتيجة تماث كهربائي علي خالد واني نيوز كربلا